اشتركوا في القناة اللي هي ربة العائلة اللي تكون اقل من 60 سنة اكثر عليها الحديث كثيرا وكثرة الاقاوين انها هي من حد المرأة الماكثة في البيت يعني اليوم جبت لكم الكلام الصحيح على لسان السيد عبدالله عماري نائب بالمجلس الشعبي الوطني رح يوضح لكم هذه النقطة بالذات نتمنى ان شاء الله تسمعوا الفيديو كامل ويعني بها تفهموا وجبت هذا الفيديو باش ننور كامل نساء الجزاريات خواتاتي وخياتي لاني راني عارفة بلكم الشغول على هذا الامر وكامل راني عارفة كامل النساء الجزاريات يعني محتاجين مع الوقت اللي راني عايشينه نتمنى لكم كل خير ان شاء الله ان شاء الله ربي ننول لكم لي في بالكم فقط فضلا لنساء عمرا ادعموا القناة باشتراكاتكم فعل الجرس بيوصلكم كل جديد بصم على الفيديو طبعا فضلا وليس عمرا ونخليكم مع مداخلة السيد نائب عبدالله عماري نقول لكم بالتوفيق الجميل تعدى سبعة آلاف دينار جزائري تصطرف المنحة الجزافية للتضامن شهريا لفائدة رب العائلة العجز بدنيا عن العمل والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم دون عائلة إلى جانبي المرأة ربة العائلة أقل من ستين سنة وتشمل هذه المنحة كذلك الأشخاص الغير موضوعين في مؤسسات متخصصة والمصابين بيداء عضال إلى جانب المصابين بأمراض مزمنة والحاصلين على بطاقة ييد والاحتياجات الخاصة والعائلة التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص من هذه الفئة تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة طبيقا لأحكام المادة ميو ستة وعشرين من قانون المالية لسنة الفين وعشرين رقم ثلاثة وعشرين وعشرين في قسمه الثاني والذي ينص على إنشاء هذه المنحة الجزافية للفئات الاجتماعية بدون الدخل أما بالنسبة للمنحة الجزافية للتضامن المقدر قيمتها بـ 12 ألف دينار جزائري شهريا يستفيد من هذا والاحتياجات الخاصة البالغين ثمانية عشر سنة فما فوق المتحصلين على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بنسبة مئة بالمئة مهما كانت طبيعة إعاقتهم وكذا العائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أقل من ثمانية عشر سنة الحاصلين على البطاقة التي تثبت ذلك حسب المرسوم التنفيذي المحدد لكيفية وشروط الاستفادة منها وعلى وتن على هاتين المنحتين يضاف مبلغ مالي شهري قدره 250 دينار جزائري بعدما حددت الحكومة شروط الاستفادة منها بأن لا يتوفر الطالب وزوجته أو الزوجة على دخل مهما كانت طبيعته